ميلف جميلة مصممة الأزياء المغربيات كاميليا المراكشي المعروفة بلقب اللعبي فيه الجديد خاصة من اللي ظهرت أسباب الوفاة ديالها بعد أيام قليلة من الإداع ديالها السيجن بوركيز ناحية مدينة فاس بتهمة الفساد والسلك المخطرات القوية الكوكيين هذه المصممة خلفت الموت ديالها حصرة كبيرة في صفوف المعارف ديالها وصحابها وعائلتها وماتت مسكنها بسبب مرض ديالها بسقار متناولات الأنسولين مدة طويلة مليت شدات الشي اللي ضعف الحالة الصحية ديالها قبل إعلان ديال الموت ديالها في المتشفى الغصاني ضحية شدات ودوزات يومين في الحراسة النظرية وتم التمديد دير هاد الحراسة بنهار واحد وتحالت عن نيابة العمى وتم الإداع ديالها في صفوف المبوركيز وطيلت هاد المدة ما دهرتش لانسولين واحتم بعد الإداع ديالها في السيجن تقريبا خمسات الأيام ما أخذت دوى ديالها الشي اللي أزم حالتها الصحية خاصة أمام الحالة النفسية الصعبة اللي عاشتها مش غير بالاعتقال ديالها والسيجن ديالها إنه محتب الصدمة اللي جاتها بعد اكتشاف حيزة خطيبها للكوكيين واتهامه بالاتجار فيه وعاني من مرض السكري والآن تقرير اللي ربما لا وصلوا له ديال الخبرة وصل له هذه النتيجة ما لا علاقة له بالكيلي ما كيش الكيلي هاد الكيلي فاشق نحا ديالها ما عارف لاش من يجابها سيدته عن مرض السكري اللي قد عندها فقر الدم نقص في الدم واللي ادالت خلال دياله مع باقي الأعضاء وما فرش ذاك الهرمونات اللي ممكن تساعدها أنها تكون فضعية صحيح حالي أنا ما اخذاتش دوة ديالها لها الشوكة دلانسولين أنا كان الاعتقال لمدة يومين وتمدات هي تلتيان ومشأت لإدارة السيجن وفي نهاية الأسبوع تبين على أنها تعاني من وضعية فضعة على ما جاوين قلوا حتى كانت وفاة نار ديال الحد تكون اللي كيتحمل المسؤولية في وفاة كاميليا واش إدارة السيجن والمسؤولة على الزيعية الاجتماعية أو النياب العامة أو البوليس هذا غير سؤال لكن يحتاج الجواب لتحديد المسؤوليات وقبل هادشي واش خبراتهم كلهم بالمرض ديالها ما غاديش نجبدو كاميليا من القبر باش نسولوها واش قالت باللي رها مريضة لشي جيها من الجهات أو نقولو شكل المسؤول على عدم تقديم المساعدة الطبية اللازمة لها لإنقاذ حياتها المهم تحقيق جاري وتشريح الدار والبقية تأتي دفاع قلب اللي نتائج تشريح الدبي اللي داره ثلاثة الأطباء من المشفى الغساني جاء كيزكي فرضية الوفاة ديالها نتيجة مضاعفات المرض ديالها بسكر هذا يعني أن بلغ إدارة السيجن فيه ندار وهو اللي مذكرش العلم ديال الإدارة بالمرض ديالها الإدارة قالت باللي التقم التبيس والكاميليا من اللي دخلوها للحبس واش هي مريضة وقالت له باللي سبق لها أن تعالجت من مرض الكابيد وفي المشفى وزاد باللي ما بنش عليها أي أثر إصابة أو شي حاجة أخرى وما ذكرش مرض سكري واش هي مريضة به أو الله أو كتأكدوا شي شهادة وحدة أخرى ممكن يكون تسلمتها وهذا الشي اللي كتنفيه شهادة بعض المعارف ديالها ومضي منهم هات الشهادة هذه حقيقة ثابتة هي هذه اللي جات على اليسان مدام خليفي اللي كانت مقربة بزاف من كاميليا وكتعرف كل كبيرة وصغيرة على حياتها وعلاقتها وحبها للصديق اللي تشدت معه وكان ناوي تزوجها وعلاقتهم كانت شريفة قبل ما تصدم فيه بعد الاكتشاف ديال الكوكايين في حوزته صدمت كاميليا كانت قوية بعد الاعتقال ديالها عندما ندخل مدينة فاس بعين نقبي من طرف الشرطة بناء على معلومات دقيقة وفرتها عناصر ديستي ما كانت عارفة باللي خاطبها كيبيعوا شريف الكوكايين وصدمتها زادت منلي تحبسات سبعين قرام الكوكايين لقوها البوليس عند الشيفور المتهم الرئيسي في هذا الميلف كان مخبيها في الملابس الداخلية دياله من اللي قبطوه من اللي كان راجع من المنطقة إيساقين بعدما حيحات عليهم الطليقة دياله وأم بنته الصغيرة اللي 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 عندها ربع سنين وشي شهور كانوا بربعابيهم على متني السيارة عندما ندخل مدينة فاس الشيفور وكاميليا وواحد الجذر من مراست بودة بصفره وزيد عليهم صاحبه من الرباط والبوليس اعتق لهم كما الطليقة ديال الشيفور وحالهم على النيابة العامة اللي تلقات عفوا الجذر من يصحبه وخلات الاخرين نرها الاعتقال ماتت كاميليا سواء كان هذي الموت بالفقسة أو غيرها سواء كان سكر أو شي حاجة أخرى ومازال ملف ما تستوى اليوم الأربعات 27 يناير 2020 وصلت المحكمة الابتدائية في فاس لمحاكمة المتهمين الأربعة وأخرى أخرى المحاكمة لهم لتنمع الرعاة للتولي إلى جسد 5 فبراير المقبل الشيفور وطريقته جابهم من الحبس وجذر من يصحبه حضر في حالة صارح أما كاميليا مسكينة فماتت وخلت غصة في قلوب اللي كيعرفها والمحكمة غادي تسقط عليها الدعوة العمومية لوفاتها وأمهلت النيابة العامة يعني المحكمة أمهلت النيابة العامة لإدلاء بالشهادة ديال ووفات ديالها الضهر يرحم كاميليا اللي كيقول عليها المعارف ديالها بلي كانت مزيانة وكيتحب الخير للناس وكيتساعد لي الله باديه من المصممات وعريضات الأزياء أما حلقات مسلسل هذا الملف فما زالت عفوا تعيد بالجديد المثير وهذا الشيء اللي غادي نتبعه في لاحق الفيديوهات وفي انتظار ذلك نذكره بالتهم المتابعين بها المتهمين الأربعة وفيهم جوج معتقلين سهلك المخديرات القوية أي الكوكاين ومسكها وتسهل استعمالها على الغيربع وضمالي ومحاولة ذلك والعنف والسك العنين البين والسياقة في حالته والفسد هذه التهم المتابعين بها المتهمين الأربعة ومبينهم الجذرمي وصاحب المتابعين في حالة صارح وفي انتظار الجديد في هذا الملف وغيرهم الملفات نترككم في حفظ الله ودومتم أوفية القناة ولا تنسوا الاشتراك فيها بالنسبة لي ما زال ما اشترك في القناة هذا الشي كله باش يوصلكم الجديد ونتمنى وباش تبصم المرور ديكم بالتعليق ويبدأ الملاحظة لأن ذلك يهمهم